ويمكن السنة اللي فاتت في يناير الحكومة تكلمت عن مقطتها علشان نشوف مدينة العالمين مش بس مجرد مصرف سحل الشمالي مش بس مجرد مصرف احنا منتكلم على قبلة سياحية عالمية جديدة مجموعة من الفنادق والمناطق الترفيهية اللي على أحدث طراز عالمي واستثماري يعني مختلف الحقيقة ومن أفخر أنه موجود عندنا في مصر لأنه كان لازم نشوف هذا التغيير فمصر يكون عندنا الوجه السياحي الاستثماري الثقافي على شاطئ البحر المتوسط خلينا نتلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل عن العالمين وماذا يحدث في العالمين وكيف تحدث العالمين تغيير في خريطة السياحة العالمية مع دكتور حسام هزاع الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية مساء الخير على حضرتك دكتور ويمكن يعني وإحنا بنشوف الصور والأجواء في العالمين والتغيير الكبير اللي حصل في هذه المنطقة بالتأكيد يحدث تغيير في خريطة السياحة على شاطئ البحر المتوسط أكيد طبعا التغييرات اللي حدثت دي والمهرجان اللي وضح العالمين للعالم كله دلوقتي بشكل مختلف عن مكانة الصورة اللي موجودة قبل كده زي ما حضرتك ذكرت وكان فيه ألغام والحرب العلمات التانية أكيد الترويج السياحي والنشاط الثقافي والحفلات والكونسرت وأنواع السياحة الموجودة في العالمين بقى سواء السياحة الشاطئية هتزيد من تكثيف السياحة للمنطقة دي بشكل كبير مع وجود المهرجانات والمسابقات خلال فترة الصيف ده وممكن تمتد بعد كده أن المهرجانات تقام فيها أثناء أو طوال العام فتزيد من الكفافة السياحية بالنسبة للدور المصدرة للسياحة للمنطقة دي فيه أولا عندنا مطار العالمين ده بيستقبل الطيران الشارتر من كل حتة فيه عندنا موضوع الطيرات ده الناس بقت واخد بالها منها السنة دي والناس بقت بتشوف الطيرات الشارتر موجودة قريبة ممكناش بنشوف الحركة الكبيرة دي ده يعني تقدر تشوفه إنت لو زائر موجود برؤى العين تقدر تحسنه فيه اختلاف بيحصل حواليك طبعا المصر بتعتمد في السياحة بتاعتها حتى الأعداد الكبيرة اللي بتصل لل13 مليون في 2019 أو وصلت لحوالي 11 مليون ساح في 2022 بعد الكوفيد ده كله بيعتمد أغلبيته على الطيران الشارتر يعني ده مهم جدا بالنسبة لنا سواء طيران أوروبي أو طيران من دول الخليج لأن فيه طيران شارتر وفيه دول العربية عندها طيران شارتر ده كله مهم جدا بالنسبة لنا لأن ده هو اللي بين السياح وإحنا مصر حدودها كلها من فشمها غير الطيران العارض أو طيران الشارتر للسياحة الوافدة والمستجلبة بالإضافة طبعا للسياحة الداخلية اشتركوا في القناة